موسيقى بعد أيام من علان بيونج يونج وقف التجارب النووية وإغلاق مواقعها في موقف سارع رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الترحيب به شكك مستشار هذا الأخير بتخلي كوريا الشمالي عن مواصلة التجارب النووية والصاروخية ويعتقدون أن وعودة كيم جونج أون تعتبر بمثابة فخ ووفقا لصحيفة واشنطن بوست يشعر المستشار رئاسة الأمريكية بالقلق من أن زعيم كوريا الشمالية قرار تقديم وعود متواضعة نسبيا يمكن أن يستردها بسرعة وسيكون من الصعب على الولايات المتحدة في المستقبل رفض مطالب كوريا الشمالية كما ينظر بعضهم إلى بيان كيم جونج أون كمحاولة لإجبار الولايات المتحدة وحلفائها لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية وكانت العديد من الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية قد رحبت بهذا القرار كالجارة الكورية، اليابان، والاتحاد الأوروبي ويذكر أن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها كيم بشكل مباشر عن موقفه من برامج الأسلحة النووية قبل قمتين مزمعتين مع رئيس كوريا الجنوبية هذا الأسبوع ومع رئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر مايا المقبل